احنا لسه مع اخبار فريق الاهلي لكن هنروح بقى للدكتور احمد جبالة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لقرة القدم من النادي الاهلي قال ان المالي الو ديانج لاعب الفريق خضع للفحصات الطبية وتم عرضه على الخبراء داخل وخارج مصر طبعا ده هو كان اشتكى كده بعد شكوان لاعب من الالم في الرجبة اوضح رئيس الجهاز الطبي ان الاتجاه الاقرب الى ان في حالة ديانج هو عمل جراحة منزار استكشافي للرجبة يعني هما لسه برضو جراحة منزار الاستكشافي دي ان هما مش عارفين لسه الاصابة ايه فبيعملوا استكشاف بالمنزار يشوفوا ايه ممكن يكون مسببلوا الالم ده ده لسه بعد اجتمال الفحصات الطبية واتخاذ القرار النهائي وقال دكتور احمد جبالة ان ديانج اشتكى من الالم في الجزء الداخلي للرجبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الامم الافريقية التي اقيمت مؤخرا في كودفوار وان الشكوى تكررت اكتر من مرة خلال تواجده مع المنتخب وشدد احمد جبالة على انه تعامل مع شكوى ديانج بجدية شديدة من خلال اجراء فحصات طبية له للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له احيانا يا جماعة الاشاعات والتقنيات ما بتبينش الاصابة بالضبط لانها ممكن ما تكونش اصابة في العظم يعني فيه اوطار ما بتبنش وفيه حاجات كتير ما بتبنش فبالتالي المنزار ده هي مش جراحة جراحة لكنها استكشافية بيخش يبص بقى المنزار بيشوف كل التفاصيل اللي ما بتبنش في الاشاعات وده شيء نادرا ما بيحصل انت تبقى بتشتكي من قلم ومش باين في اي تحليل او فحصات او اشاعات سبب القلم ده ايه فبالتالي ده شيء مهم ان الجهاز الطب اهتم بيه وملعبوش على القلم ده لان ساعات بيبقى مسكنات ويلعب وده طبعا احترافية من الجهاز الطب النادي لانه هيقوم بجراحة المنزار بعد الفحصات ده شيء مهم جدا